عدنا بعد الفاصل وجايدين مفاجأة جبيرة جداً لحضراتكم وللوكلاء معانا عملاق تحليل حوادث السيارات في مصر ولما أقول عملاق تحليل حوادث السيارات في مصر هقولك مفاجأة أكبر كمان من اللي أنا قلت دلوقتي كان سبب رئيسي في غلق شركة من أكبر شركات مصر لبيع السيارات والعالم بدون ذكر اسمها أفلها ست شهور بجرة ألم عملاق من عمالقة تحليل حوادث السيارات في مصر يعني حد فاهم جداً تعالوا كده أقولك مع بعض السراحة بالأول بدكتور حسن دعذورة اللي منوارنا النهاردة وبجد والله أنا سعيد بوجودك معنا في الحلقة بس الأول أن أعرف السادة المشاهدين حضراتك إيه الوظائف اللي احتلناها في الفترة اللي فاتت كان حضرات هندسة السيارات والجرارات كان معنا عضو لجنة السيارات في جمعية حماية المستهلك من يونيو 2009 لغاية كتور 2011 والمنصق العام للجنة اللي هي حماية المستهلك بالكلية من مايو 2014 لليونيو 2016 والمنصق المنتخب الحالي من مجلس القسم بدءاً من أغسطس 2018 المشاركة في دورات تخصصية بمركز بحس الشرطة كل الكلام ده أكاديمية الشرطة دراسات منع الجريمة وهندسة المرور وتنظيم المواكب من 2001 دقائة 2009 لدباط الشرطة المصريين والأجانب تدريس دورات تخصصية في المركبات بالكلات الحربية نحنا عايزين حلقة يا دكتور عشان نقول ده يعني أنا عمعي ورقة كاملة بالوظائف لحضراتكم من شاء الله تولتها مختص علي فانا قاسف يعني أنا عمعي يعني أنا ما ده أياد دورات تخصصية لذباط شرطة تخصصية للتنظري sho Viک دورات تخصصية لذباط شرطة تأمن دولة يعني حتى أمن الدولة عشان حوادث السيارات حوادث السيارات يعنيني أنا طبعاً يعني لكني أسف مش Bi dwa كل ده أنا عايزين حلقتين تلاته عشان بلاس الوظائف وكلاء وتحليل اللي احنا فيه دلوقتي احنا هدفنا الأساسي الحفاظ على اقتصاديات المصر تمام فلازم الشركات تبقى ماشية صح بحيث تحقق مكسب كويس وتحافظ على عمالها واقتصاداتها وفلوسها وعايز الزبون اللي مستخدم السيارة واللي ماشي في الطريق يبقى في أمان يبقى أنا لما جاء أحط فلوسي باستثمرها في سيارة أو باستخدمها يبقى أنا في أمان يبقى دفعت الفلوس في حاجة صح مش حاجة خطر ما اشتريتش خطر يدمرني ويدمر الآخرين وانا شفت الحلقة بتاعكم فيه ناس اللي اشتكت من عربيات اللي تركت العجلات انا من سنة 1970 في التخصص السيارات ما شفتش عربيات بتطلع العجلة تفصلها ولا شاسيه يكسر ولا البطاحة تفصل والتعليق يفصل والعربية ماشي عادي الا في السنوات الأخيرة دي وفي مصر ما شفتش في أوروبا ما شفتش في الدول العربية عندنا احنا وفي مركات معينة الاتجاه بقى تجاري مش هندسي بقينا المهم المكسب والخسارة طب فين المواطن المصري لما واحد جاي يشكي دفع 570 ألف جنيبه عربية ما تكملش معاه أسبوع ويهدد بالشكل ده وصحته وانا ماسك في حماية المستارك جاني حالات بتاع كسر الأكس ده إن العجلة تكسر أو تخرج الأكسي تكسر وتخرج جاني حوالي 15 تقرير في مركة واحدة عربية من نوع واحد حوالي 15 دول اللي عايشين ده حقيقة دول اللي كانوا عايشين فأنا لقيت نفسي خلاص تعبت من الحالة ديت وتم تعديلها إزاي فأنا انسحبت من الجهاز أصلا وخرجت برا حضر لك انسحبت لما لقيت الموضوع واحد 6-16 لا لقيت أكتر من شركة في تلاعب أو في حاجات ببصولها من حيث الشكل مش المضمو أنا بس أعجب أسأل حضر لك سؤالي دكتور حسن يعني انت حضر لك بقوله في تلاعب طب أنا النهاردة بنام إزاي أنا بخدتي وفي ملايين من الناس بيموتوا كل يوم بسببين ما أنا بحملها على غيري الغلط في الحلقة هنا هيبقى مني ولا من التلفزيون أقول لا التلفزيون اللي ما عارضش كريمي كويس فبنرمي على غيرنا مدام قدامي حلقة أو وصلة تانية بحمل على غيري لكن المعلومة اللي تعرفها ساعدتك لم يحدث في الحياة إن عجلة تفصل كده أبدا أما بتيجي في خبطة أي خبطة حتى لو البني آدم وفي الملاكمة إيه اللي يصدم هو بيلعب ملاكمة إيده مش كدفه يكسر بعدها إيه درعه هنا بعدها اللي هنا لكن مش العمود الفقري مش الشاسيه اللي عاجلة وهي بتصدم في أي حاجة أو في حادث رقم واحد كويس اللي هو المطاطي ده الإطار المطاطي يتقطع بعديه الجنب بعديه فك التعليق بعدها هتتقلب العربية لكن يكسر أكس لا كلام حضرك صحي جدا يكسر أكس لا العربية بتقليل سبع عشر مرات وما بتكسرش ما بتكسرش أكس إنما الأكس ده هو أنا طلبت أنا صاحب أول تقريب فيه على فكرة مكتوب في التقريب اللي عرضته إنه مطلوب تحليله لأنه لازم أوصل لنتيجة حلله بعد سنة لحاجات اعتبرات معينة وطلع المعدن مخالف معدن مخالف مخالف يعني يا جماعة المعدن يطلع مخالف يعني الوكيل بيتحك علينا لا ده جاي المطلوب يبقى صلب طري شوية لين شوية جاي زي الإزاز فأي صدمة يروح أصف على طو تلقى الأطمة بتاعة الأكس بقى الواجب تبقى بميل مثلا 45 درجة 60 درجة لا ده جاي عدلة تمام يؤتم وإزاي عجلة تقطم وتسيب العربية وانا ماشي على تمانين يا دكتور مش مية ولا مية وعشرين وقدم على تمانين أو زي بني آدم بيلعب ملاك ما خبطه في إيلو فاصلت أرقبته تيجي إزاي تيجي إزاي أيو أيو وحضر فيه فيه حوادث ساعة لسه بيكلمونه حتى في الكنترول العربية بتقلب بتقلب وفتخش في الحيطة ويفضل العجلة في مكانها الله يبتح لي لكن مش تكسر الأكس والعجلة تسيب العربية وتتم الحادثة نتيجة ترك العجلة للعربية أي العربية سابت يعني لو فضلت المسكة يبقى سندها لكن بتروح مقلوبة ليه لأنه بقى فيه ربع خلاص خرج من مكانه بتروح مقلوبة تكمل الحادث عارف عارف يا دكتور حسن وأنا بكلمك أنا تخيلت إن أنا بسوق وحضرك بتسوق وناس كتير جدا هتحكت للإحضاء بنتكلم أنا سائل العربية ومرة واحدة مفيش مفيش حوى العربية ماشها لوحدها وعلى سرعة فبالتالي لو معي ابني ولا بنتي ولا بكرسك أي أي حاجة تقولهم يا دكتور ده حاجة تانية مش ابنك وبنتك ولما تتقلب العربية وتتعور ناش ملهمش زامن ده ده نص ده حاجة تانية طبعا لا ده في حاجات تانية إنها تتقلب وتخبط عربية قدامها أو وراها أو اللي وراك وهي العربية بتتقلب يخبط فيك يجي الشرطة تتهم الله ورا بالضبط ورغم إنه هو مجني عليه ورغم إنه هو مجني عليه مجني عليه مش جاني لأنه تم في زمن صغير ملحقش يحيش نفسه بالضبط احنا بنقابل الحوادث دي بس دكتور حسن احنا يعني جايبين معاليك طبعا معنا هنا النهاردة وفررتنا طبعا ونورتني عايز يعني أوجه كلام ليهم عشان الفترة اللي جاية دي ناخد بالنا نوجه رسالة ليه لوكلاء ونجه رسالة ليه المشتري الوكلاء عايزين الأمور تمشي بما يورد الله الله يفتعلك ويكون لنا سمعة كويسة جودة المنتج العمر الخدمة بتاعه ناس استخدمت الفية 128 الإيطالية لحد النهاردة من سنة 74 مش هشتري عربية ما تكملش 3000 كيلو وتعمل لي حاسها تكسر شاس إيه 300 كيلو فين اللحم بتاعه فين الشاسية ده الشاسية اللي هو العمود الفقري ايو ايو ازاي تخبط فينه يكسر العمود الفقري ده تتصميمه ايه الشركات طالما تحافظ على منتجها كويس يبقى فيه زبون وفيه اقبال وفيه مكسب ولا سمعة وهي أبا ربنا يقول له ايه هي دي وقفوهم ربنا بيقول وقف على جهالنا ووقفوهم إنهم مسؤولون نحن مسؤولون أمام الله انا بصنع حاجة وخلاص وانتهت وعدي فيها وفاة بلك هكسب ازاي من المبيعات إن مبيعاتي تكتر مش النسبة في العربية وإن أنا أجيب أجزاء رخيصة هدفع التمن تاني بسمعتي هدفع التمن تاني الناس اللي بتمد دي زنبها ايه؟ يا دكتور حسن نسترخص في الفرش يا عم نسترخص في الفرش لكن مش في الآخر نسترخص في حاجة ما تدرش اللي هيركب العربية كل حاجة لها حدود اه طبعا مش لازم أكسب 100% هكسب مش هتخسر طب خلي سمعتك في السوق السمعة نفسها ماكسب ترفع النسبة اللي بتكسب بيها ايه؟ أما يبقى بدلما عشرين واحد جين يشتربوا خمسين لو هاخد من كل واحد جنيه ايه؟ لا العشرين في اتنين جنيه باربعين ده بقى الخمسين جنيه يا دكتور ده توسان مليا ماشية في الشرع ما شاء الله توسان وجيلي ويتيجو ماشيين لا ده في حاجات تانية كتير في حاجات تانية غير دور كمان موجودة في البلد انا عايزين بس اللي معنا أوراقه مش مختلفة رسمية بيهم وبتروح لإحماجة المسالك وهم معرفين الأعداد اللي بتجلهم نوعيتها ايه؟ ده دي الأعداد اللي لسه عايشين اللي ماتوا بقى خلاص شكر قدامي حوادث كتيرة جات في سنين كتيرة والشركات اتقفلت فعلا لعيوب المنتج وانت حضرك قفلت شركة جيرة جدا مش انا طرار الجهاز حماية المستحرك حضرك كنت في حماية المستحرك ايوه ايوه يعني احدى الشركات كانت من موديل معين طلعت 260 عربية وانا ردعنا لهم لتصلح 59 وردعنا الفلوس للناس وده الصح والبقيين أغربهم ماتوا ده الصح اللي هو ما جاشي الشيك كان انتهى وتقفلت الشركة سبحان الله سبحان الله وشركات تانية خدت انزار مسيحة بقى للمشتري المشتري لو سمحت يا مشتري ما تاخدش عربية لما تسأل الناس اللي شارعين أبليك ايه بكزر اسأل الناس والموديل القريب ما تسأليش على موديل من 20 سنة المواصفات بتتغير من سنة 20 سنة كان فيه ضمير اه وكان بالنراعي الأصول وكان مثلا بيجي يقول لي ايه مثلا تيوتا ايجبت تيوتا ياباني فاليابانيين مسؤولين دلوقتي تيوتا ايجبت بقى تيوتا مسؤولة من المصريين بقى المصريين يبقى لما الشركة يقول لي مثلا اي شركة يبقى ايجبت يبقى احنا هنا بقى هنا المسؤولين واحنا اللي بنكون واحنا اللي بنشتري وعملية تجارية ونجمع هنا الى هاركب عربية ما غمرش بحياة وحياة الاخرين وممكن غمر بنفسي لكن والاخرين ما بتنا اتنين تلاتة على الطريق زنبهم ايه اتنين تلاتة ايه ده ممكن حدسة يا دكتور حسن بنشوف خمسين عربية كلهم وراء بعض هل الخمسين كلهم غلطانين هي بدء ابو واحد بدء ابو واحد هي الاولاني خدوا رغع ربعين خمسين ده الحاجة الكليمي اللي كانت لسه من انا عندي حسب تأرير وزارة الدخلية تمام خمستاشر الف اتيل في السنة خمستاشر الف اتيل خمستاشر الف انهم حوايد السيارات وتأرير الامر المتحدة بينتقدوا كمان وقال رقم ضعف كده واحد واربعين الف مصاب التأرير بتاع الامر المتحدة اللي عام له مص وطعنا عليه الامر المتحدة بأرقام اعلى من كده عايزة حلقة لوحدة واحنا بنشوف كل يوم لاننا بدرس هذا الكلام بأرقامه احنا كل العملية سبعة تمانية مليون عربية الرقم ده دولة متخلفة بقى زي ألمانيا عندها سبعين مليون عربية أربعة ألاف أتيل مو بالنسبة لنحن الماكينات الألمانية يا دكتور حسن طبعا طبعا ما حققش قتلك كتير زينا أنا بشكر معليك أربعة تلاف أتيل في السنة احنا من سبعة سبعة مليون عربية عملنا خمساشر ألف أتيل هما من سبعين مليون عربية عملوا أربعة أتيل ان شاء الله الماكينات الألمانية أنا بشكر حضرتك وبشكر الديوفن اللي كانوا معنا في الحلقة طبعا نسينا ان احنا نشكرهم قبل ما نطلع فاصل ونورتيني نهاردة دكتور حسن قبل ما نسل معلومة بسيطة الشركات الاوروبية ما بتدخلش مصر مباشرة لكن الوكلاء الخارجية هم اللي بيجابولنا يعني المرسيديس حاليا مش جاي من المانيا المرسيديس جاي لنا من بلد تانية نورتيني دكتور حسن ويجد شرفيني نهاردة وكنا سعداء بيت جدا قبل بقتم الحلقة بتاعتي كنا دايما بنقول لحملة خليها صدي احنا معاكو نصيحة ومدامة الدنيا الا بالناصحين للمشترين للعربيات اي حد نازل يشتري عربية من مكرة استأذنك استنى شوية هم خليها تصدي بيقولك خليها تصدي انا بقى بقولك من على الهوى ما تشتريش فيه كلام كده ان العربات هترخص جمد جدا جدا من اول السنة استنى ان ما ترخص فيه كلام بقى على العربيات اللي احنا بنتكلم فيها في الموضوع ده ان هي وقفة دلوقتي في المعارض محدش بيشتريها قبل ما تقول انها ترخص قولي الجودة شكلها ايه يعني هترخص الجودة القولة بتاعتها ايه اه 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 ابل ما اختي يا جماعة ما تشتريش عربيات عشان انت النهاردة بتشتري عربية هتموت انت واسرتك بيها هتموت انت واسرتك بيها هيجي الوكيل يقولي بتقول كده ليه هقوله حضرتك مردتش علي مفيش وكيل رفع تليفون او خلى حد دي امنوا اياه مداخلة او يجيلي ويقولي قد الرد طول ما بفيش رد من حضراتكم انا مع الناس دي وحملة خلاة صاف دي مع الناس دي الى ان تقوم الساعة شكرا لحسن مشاهدتكم والى اللقاء اخر ان شاء الله وبرنامج انتباه ايها السادة شكرا لحسنين شكرا لحسنين